بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي تصير في بلع لبعض الأجسام الغريبة التصل بتناولها عن الأرض عن المائدة إيش الأكتر يعني الشيوع عن إيش هو البلع اللي ممكن للأطفال يبلعوا وبأي سن بأكتر إشي هلأ طبعا بنعرف إحدى الصغير بدو يستكشف العالم اللي حواليه فالطريقة اللي بيستكشف فيها العالم اللي حواليه هي إيده وتمه كل إشي بيحطوه اللمس بحطوه بعدين بيتمه عشان يشوف شو هادا الإشي أكتر إشي شيوعا بيكون ما بين الست أشهر لحد الثلاث سنوات والقمة بتقول لما بلشوا تدلرز يعني يحبوه نعم هلا هذا هو أكتر إشي يعني شيوعا بيسير فأي إشي بلقوه صغير كبير ممكن يوسع يبلعوا بيبلعوه وإيش يعني السن أوكي لما بلشوا يحبوه لأي سن بيضلوا خايفين للأهالي إنه يبلعوا إيش إنه ما بيكون كتير فهمان يعني لحد الثلاث سنوات ثلاث سنوات فإنه لازم بهاي الفترة بالذات إنه الأم عن جد تكون بالصورة أي إشي الطفل بيلاقيه تكون حواليه ما تحط أشياء صغيرة حواليه تنتبه شو الأغراض أصلا اللي موجودة وتحت مراقبة يعني دائما أكيد دكتورة نغم فيه أشياء عن جد بتخوف إذا بلعها الطفل يعني بعيد الشر أشياء كتير ناعمة إبار كل هذا الحكي شو أكتر الأجسام اللي بتخوف إنه يبلعها الطفل هلأ طبعا هو ممكن يبلع أي شيء نعم تمام بس بدي أقسمهم الأشياء اللي كتير بتخوف طبعا هي صورة عن أشياء مبلوعة طلعوها من ناس بالمنظار أو بعمليات مفاتيح الزرار كوينز النقود يعني المعدنية البطاريات فأكتر إي شيء خطر بنحكي عنه البطاريات الصغيرة وهي أكثر شيوعا بنشوفها أو مغنطيس مثلا صغير بيكون مغنطيس ومعه مثلا قطعة حديد كمان بيحطها أو بيبلعها الأشياء اللي حادة بتخوف مثلا مفاتيح أو كذا أول هي أثناء الأكل مثلا السمك شوك السمك يعني الحسك نعم الحسك سبع السمك كمان هذا بنشوفه كمان شيوع البابيس الصغيرة يعني كل هاي الأشياء أنا بعتبرها زي ما بقولوا خطرة ورد يعني رد فلاكس نعم نعم كيف نتصرف لما يبلعوا الأطفال هذه المواد أو هذه المواد؟ هلأ طبعا لحظيا بيكون حسب السيناريو نحكي موقع الجريمة أو مستحية الجريمة نعم نشوف الطفل إذا كان مستقر ونفسه تمام وكويس فإحنا مثلا ممكن نلاقي علبة أدوية مثلا مازتوتة ممكن نلاقي مثلا هو بيجي بحكي لنا إذا هو بقدر شوي يعبر يعني شغلات زي هيك فإذا كان ستيبل بناخده ولازم ما نتردد أبدا ونروح على الدكتور نعم هاي إذا كان مستقر نعم أما إذا كان غير مستقر فإحنا حسب عمر الطفل ممكن نعمل اللي هو زي ما بنحكي موش الإنعاش اللي هو إنقاذ الفوري والإسعاف الأولي وهذا واحد من البوزيشن واحد من هذول البوزيشن نحن بنقلبه بنثبت راسه شوي راسه برفوع لفوع عشان ما يسكر كمان المنطقة نضربه خمس ضربات بأعلى الظاهر بعدين بنرجع نقلبه بنعطيه خمس دفشات على صدره بالجزء العلوي طبعا مش تخبيص لأنه هذا صغير بيكون عضمه لسه مش نامي وكفاية يعني بلاش إنه أهم إشي إنه الأهل يكونوا رايقين يعني بهاي اللقطة هلا بدنا نرجع على موضوع إنه إذا هو مستقر هلا بس يروح على الطوارئ أو على عيادة الدكتور دايما بالعادة الدكتور بطلب صور الأشعة الأكسريز هلا مش كل إشي بيبين بالأكسري طبعا فيه شغلات بتبين بالأكسري فيه شغلات ما بتبين بالأكسري هلا حسب الصورة إما بيكون عالق بالمريء مثلا إحنا ما بنحكي عن نفس والتنفس الهوائي لأنه حكينا إنه أغلبهم بيكونوا مش مستقرين وبدنا نعمل هديك التصرف هون عم نشوف أكسري وعم نشوف داخل الأكسري فيه بتخيلي مسمار ها وهي كوين مثلا الأشي اللي أخبط فيه مرات حتى بصور الأشعة وهي حتى في أحد المستشفيات إنه كان الطفل بالع بطارية صغيرة ومش قادرين يفرقوا بالصورة إذا كانت بطارية ولا قطعة معدنية أدى إلى التأخير بالتشخيص وأدى للأسف لوفاة الطفل هاد الإشي اللي أنا بدي أحكيه إنه قديش خطر موضوع البطاريات إنه إحنا ما بسين نستنى أبدا على الطفل لأنه بدي أبلش بالمريق إذا كان بالمريق خلال أربع ساعات بيخزق المريق وبيعمل ثقب وما بنلحق على المريض تخيلي خلال يعني من ساعتين لأربع ساعات نعم فلذلك لازم مباشرة إنه ندخله للتنظير عشان إنه نطول إحنا البطارية نعم أما إذا كانت قطعة معدنية ممكن أستنى لحد ثمان ساعات بس إذا ما طلعت أقصى حد بين 12 إلى 24 ساعة لازم كمان أعمل تنظير وأطولها هلا إذا نزلت للمعدة بالمعدة أروأ طبعا البطارية كمان لازم تنام حسنا عم نحكي البطارية ليه؟ للمواد الموجودة داخل البطارية؟ بالضبط حسنا هي البطارية قلوية نعم وهي بس تبلش إنها تتحلل مع عصرات الهضب الموجودة عندنا بالجسم فهي قادرة على إنها تعمل ثقب بجدار الأمعاء والمعدة والمريء أو أي مكان موجود فيه بالضبط هلا إحنا نرجع ننزل لموضوع المعدة نقل الكوين أو القطعة المعدنية أو البطارية نزلت للمعدة هلا حكينا كبطارية دائما بفضل إنه على طول السون إحنا عرفنا بدنا نشيله نعم أما إذا كانت قطعة معدنية بالمعدة فأنا ممكن أستنى ممكن أستنى يعني تخيلي من أسبوعين لأربع سبيع فقط؟ بالضبط لا فقط هيك بالعكس فترة كبيرة لأنه كان يجي مثلا أهالي للطوارئ فيه ناس كانوا كثير يعترضوا يحكوا شو هذا وليش هيك الابروتش وما بيصير ولازم إنه يعمل تنظير لازم تعملوا عملية إحنا ممكن نستنى بس بنظل نصور الطفل نشوف إذا عم تتحرك من محالها ولا لا هلا إذا ما تتحركت من محالها خلال أسبوعين إلى أربع سبيع ممكن إنه إحنا نتدخل إما بالتنظير أو بالعملية حسب وين موقع حواصلت إذا تستنوا إنها تتحرك لحالها وتنزل من الجسم بذلك القطعة المعدنية نعم البطارية أنا ما بستنى بس القطعة المعدنية إنه ممكن أستنى فيها أو إذا أشياء تانية طبعا أنا حطيت واحدة من الصور كانت في طفل كان بالعب معدني فنبين بالأكسري شكله بالعب بالعب بس إنه معدني فكان باين بالأكسري فلذلك زي ما حكينا إنه إحنا ممكن إنه نطول بالنا بس إنه لازم نصور الطفل في حال الطفل كان مستقر أما إذا نسمح الله نفسه تعب صار عنده علامات انسداد بالأمعاء أي شيء يعني إنه مش قادر يخرج استفراغ وجع في البطن هدول على طول بديوا أدي على الطوارئ والدكاترا هم اللي يستلمون ويتصرفوا طب فيه ناس بقولوا إنه لو الطفل أكل علكة بق بلع علكة ممكن إنه يكون فيه خطورة هل هناك خطورة من بلع العلكة؟ هلا طبعا نهاي الشغل لأن درمتخانة أنا بنتي وسدتها يعني أنا أميها على موضوع العلكة بالذات بنتي سنتين ونصف الله يساعدك فبستاكل العلكة بتبلعها أنا ما بحب أعطي للصغار علكة بس هي العلكة غير مؤذية زي ما الناس بتفكر إنه هتسكر الأمعاء وهاي الشغلات بس إيمتا ممكن إنها تكون مؤذية فيه إشي مصطلح طبي يسموه بيزوارز هلا هذا البيزوارز ممكن إنه يكون شعر الناس يبتاكم شعرها ممكن يكون من كميات كبيرة من العلكة أو مثلا بذر أو الأشياء اللي ما بتنهضم بسهولة هدول ممكن يتجمعوا ويعملوا انسداد بالأمعاء تمام شكرا جزيلا دكتورة بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي اشتركوا في القناة